حرب استمرت بكرة او بعد او الشهر الجاي بوتين النهاردة كان واضحا كان عامل اجتماع راح شركة طيران الروسية ايروفلوت وقعد معهم اتكلم معهم بتاع مثلا ساعة ونص وقعد يسمع من المضيفين والمضيفات وشركات بيسمع منهم اسئلة فقال لهم احنا شروطنا واضحة لن اترك اوكرانيا فيها سلاح قال واضح وقال كلامنا ده مفوش تراجع وقال يعني النهاردة لو انتو بتتكلموا على عايزين بلد امنة وانتو سايبين بلد تانية غير امنة لا مش هترك حلف النيتو موجود على حدودي ان اوكرانيا لابد ان تكون دولة محايدة زي سويسرا كده زي فنلندا كده او يعني هو ما قالش سويسرا وفنلندا بس انا بقول لحدك هو عايزة زي سويسرا وزي فنلندا دولة محايدة ميبقاش عندها سلاح قال ده اوكرانيا عندها تستطيع انها صنع قنبلة نووية وقال ده لن اسمح به ان يكون فيه قنبلة نووية جنبي لان ده معناها حلف النيتو جايلي جاي على حدودي بدل ما يجيلي من الف كلمترات جاي على حدودي طبعا النهاردة اتكلم بشكل واضح وقال انه لأول مرة يرد الرئيس بوتين على ليه وضع قوات الردع الروسية في حال التأهب وليه قوات الردع النووية ليه وضعها في حال التأهب ارجع الامر ليه وزيرتي الخارجية البريطانية تعالوا نشوف بوتين قال ايه النهاردة لانه بقول له حاكم النهاردة تصرحاته مهمة لانه كمان قال اللي فرضوا عقوبات علينا العقوبات المفروضة على الروسيا هي بمثابة اعلان حرب والنهاردة كلامه فيه رسال كتيرة جدا انه مش هيسمح يكون في منطقة حظر جوي يعملها حلف النيتو فوق اوكرانيا قال طبعا اللي هيعمل كده هنعتبره بمشارك في الحرب مشارك في الحرب والكلام المهم كمان قال انه تم رصد ارهابيين ومتطرفين جم من الشرق الاوسط موجودين في اوكرانيا وقال انه احنا رصدنا الاتصالات اللي بينهم وهما بيتكلموا ع بعض وانهم بيتكلموا عشان يعملوا عمليات باستخدام العربيات المفخخة وقال طبعا قال انه طبعا الوضع في اوكرانيا وقال انه طبعا مش يعني انه هيكون عن يعني التطورات اللي جاية قال احنا قررنا واحد والاوكرانيين في وفد المفاوضات عارفين طلباتنا اللي مش هنتراجع عنها واللي لابد ان تنفذ بالكامل مفيش تراجع عن اي شرط فيها قال هو ده وقال احنا شغلين في هذه المعركة طبقا للخطة المرسومة اكد الكلام ده بشكل واضح تعالوا نشوف بوتين اتكلم لوضع قواته قوات النووية في حال التأهب نشوف شركاؤنا بين قوسين قادرين على كل شيء فمثلا وزيرة الخارجية البريطانية ادلت بتصريح للنيتو ان الناتو يمكن ان يشارك في هذا النزاع في اوكرانيا لذا اضطررنا حينها لتحويل قوات الرد الاستراتيجي الى حالة التأهب القصوى ولا احد لا احد فند تلك التصريحات التي ادلت بها وزيرة الخارجية البريطانية لا احد قال ان هذه التصريحات موقفها الشخصي وليس موقف اسمي وبالتالي ما هو الذي ينبغي ان افكر فيه في هذه الظروف ألا تشوث موقفها